شكرا نسامة أهلا بك مجددا أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وننتقل وياكم مباشرة إلى قاعة المحاضرات بملعب خمسة جويلية التي تحتضن أو احتضنت أشغال الجمعية العامة الانتخابية لاتحادية كرة اليد ومع نهاية عملية فرز الأصوات نشاهد مشاهدين إذن مشاهدين كما نشاهد في هذه الصور التي تأتينا مباشرة من قاعة المحاضرات بمركب خمسة جويلية الذي احتضن أشغال الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد بين أربعة مترشحين هم كل من عبد المجيد بوزيد مصطفى دوبلا خليل ديسي وكذلك رئيسة نادي فتيات بمرداز كريمة طالب إذن بعد لحظات مشاهدين سيتم الإعلان رسميا عن الرئيس الجديد لاتحادية كرة اليد رياضة ثانية شعبيا في الجزائر إذن مشاهدين كانت هذه أو هذه الصور تأتينا مباشرة كما قلنا من قاعة المحاضرات بمركب خمسة جويلية والذي احتضن أشغال الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد وهي الأشغال التي شهدت وللأسف عرفت أحداثا مؤسفة من خلال المناوشات وكذلك الاشتباكات التي حصلت بين بعض من أعضاء الجمعية العامة في صور مؤسفة تزيد من عمق أزمة رياضة كرة اليد بالجزائر وهي رياضة الثانية من ناحية الشعبية بالجزائر رياضة التي باتت مريضة في الآوينة الأخيرة وبتنا فيها أو بات المنتخب الوطني يخسر أمام منتخبات مجهرية إفريقيا في هذه رياضة طبعا إذن في انتظار إعلان رئيس الجديد لاتحادية كرة اليد مشاهدين الأفاضل بأس بتذكير بالأسماء التي تنافست على كرسي الرئاسة وهي كل من عبد المجيد بوزيد مصطفى دوبلا خليل ديسي وكذلك كريمة طالب إذن كما نشاهد أصور التي تأتينا مباشرة عقب عملية فرز الأصوات إذن مشاهدين كريمة طالب رئيسة النادي فتيات بومرداس رسميا ستكون رئيسة جديدة لاتحادية الجزائرية لكرة اليد فألف مبروك وإن شاء الله ستوفق في إعادة الكرة أو كرة اليد الجزائرية إلى مصارها الصحية الصحية إذن مشاهدين ألبس بالتفكير بأن رئيسة فتيات بومرداس كريمة طالب طالب أقول انتخبت رسميا على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كما نشاهد في هذه الصور وهي التي تتقدم إلى المنصة قبل تصريحها الأول كرئيسة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد نستمع مشاهدين إذن مشاهدين كريمة طالب كما نشاهد في هذه الصور المباشرة تدلي بأول تصريح لها كرئيسة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد وهي التي تنافست أمام مع كل من عبد المجيد بوزيد مصطفى دوبلا وكذلك خليل ديسي من أجل شغل منصب رئيس للاتحادية الجزائرية لكرة اليد إذن مشاهدين كما سبق وأنقلنا بأن مركب خمسة الجويليا احتضن أشغال الجمعية العامة الانتخابية لاتحادية كرة اليد والتي شهدت وللأسف بعض الصور المؤسفة من خلال المنوشات وكذلك الاشتباكات التي حدثت بين بعض من أعضاء الجمعية العامة لاتحادية كرة اليد وهي الرياضة الثانية كما قلنا من ناحية الحضور الجماهيري بالجزائر الرياضة طالما صنعت الحدث وصنعت فراح الجزائريين خاصة في سنوات سابقة إلى أن هذه الرياضة تعاني في الآوينة الأخيرة بطي وعليك مجموعة كبيرة من الرجال يخيصون في غران بليزير مسؤولية كبيرة إن شاء الله نكونوا عند حسن الظنة هاي أكرم هل راح تقول الأولوية التاعي يعني لدغوث بهذه الرياضة اللي كانت يعني رابطين تاع أولوية التاعي هي الخوانيط بس كي تطبق الخوانيط راح يبدأ في تنطلق الرياضة نحن نحضر الوطوانيط في كل جدية والتكون إن شاء الله هي الانتلاق التعكور اليد وزيد حاجة البطولة لازمها تنطلقهم ويحضر الفرق الوطنية سيدوا أنهم مخبارين على كأس عالم وكأس إفريقية للسيدات إن شاء الله يا ربي تكون إنتلاقا صراحة المدام صراحة المدام شفنا اسمعنا شوية البروغرام بتاعك تكونوا متعناك ديز أكاديمي لكن لكن يعني حالو إذن مشاهدين الكرام كريمة طالب رسميا رئيسة لاتحادية كرة اليد وهذا بعد إجراء الانتخابات اليوم إذن مشاهدين كما نقول بعد انتخابات كانت بين أربعة مترشحين وهم كل من عبد المجيد بوزيد مصطفى دوبلا وكذلك خليل ديسي والغلبة كانت لكريمة طالب رئيسة فتيات بو مرداز إذن مشاهدين الكرام كما نشاهد في هذه الصور تصريحات الأولى لكريمة طالب كرئيسة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد نستمع في هذه الأثناء أو بعد لحظات إن شاء الله سيكون تصريح لكريمة طالب كرئيسة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد بعد الانتخابات التي جرت بمركب 5 جوليا